بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدٍ وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد أولًا نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا إلى العمل الصالح وبعد يتواصل الكلام إن شاء الله تعالى عن سورة البقرة وقد مر الكلام في فاتحتها عن أقسام الناس وأصنافهم وفي الكلام عن المنافقين ضرب الله تبارك وتعالى مثلين فقال عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا المثل الأول الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلونها صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير مثلهم الكلام راجع إلى المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ومع ذلك فإنها للتفسير قد قسموا هؤلاء المنافقين إلى أقسام على ضو ما جاء في هذه الأمثال فمنهم من قال أن هافي المنافقين الذين لم يؤمنوا أبداً وإنما أظهروا الإيمان وانتفعوا بإظهارهم للإيمان في هذه الدنيا عصمت به ثماؤهم وأموالهم فهذا معنى قوله عز وجل فلما أضاءت ما حوله وأما قوله عز وجل ذهب الله بنورهم هذا عند الموت عند الموت وهم يخادعون الله تبارك وتعالى وهو خادعهم فإذا ماتوا انقطع عنهم هذا الذي كانوا يجدونه بسبب إظهار الإيمان والإسلام هذا قول عند أهل التفسير وقول آخر أنهم آمنوا ثم كفروا وهذا الذي رجحه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقرأ من تفسيره رحمه الله تعالى قال يقال مثل ومثل ومثيل والجمع أمثال قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يقول رحمه الله تعالى وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما عضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر أبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياءا دم أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغيّ على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم هذا ما رجحه الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وسرد رحمه الله قول الإمام بن جليل الطبر رحمه الله تعالى من كون أن هذا المثل مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفي فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه فهذان وجهان عند أهل التفسير في تفسير هذا المثل والمثل الثاني هل هو في ذات المتكلم عنهم في المثل الأول أم أنه في نوع آخر قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله قوله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب والصيب هو المطر وغير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله رجح أن المضروب فيهم المثل هم جنس واحد جنس واحد أظهر الإسلام والإيمان وأبطن الكفر قال العلامة بن القيم رحمه الله كما في الجوش الإسلامية قال وقد يقال وهو أولى أن المثلين أن المثلين لسائر النوع وأنهم قد جمعوا بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار والحصول في الظلمات بعد النور وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن وسد الآذان عند سماعه والإعراض عنه فإن المنافقين فيهم هذا وهذا وقد يكون الغالب على فريق منهم المثل الأول وعلى فريق منهم المثل الثاني قال رحمه الله والكلام بالعلام بن القيم وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وكفر باطن وأنهم نوعان رؤساؤهم وساداتهم وأتباعهم ومقلدوهم وعلى هذا فأصحاب المثل الأول النار شر من أصحاب المثل الثاني الماء كما يدل السياق عليه وقد يقال وهو أولى إن المثلين لسائر النوع وأنهم قد جمعوا بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار والحصول في الظلمات بعد النور وبين مقتضى المثل الثاني الشاهد أن المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قد يكون السمرار في من تكلم الله تبارك وتعالى عنهم في المثل الأول ويكون توضيح لحال آخر من أحوالهم وقد يكون كما رجح أو ذكر الإمام الحاخض بن كثير رحمه الله تعالى أنه مثل ضربه الله لضرب آخر من المنافقين من هم؟ قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا العلامة بن القيم رحمه الله أيضا في الجيوش الإسلامية ذكر طرفا من الحكم العظيمة التي دل عليها هذا المثل والمثل الذي بعده قد رحمه الله وقد اجتمل هذان المثلان على حكم عظيمة منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمه وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار كان ما معه من النور كالمستعار استوقد نار ليس مصدرها يقين وليس مصدرها اعتقاد جازم وإنما إظهار إظهار للإيمان وإبطان للكفر والعاذ بالله قال رحمه الله ومنها أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئة كما تطفأ النار بفراغ مادتها وهذا تنبيه قيم وحكمة عظيمة وفائدة جليلة أن نور الإيمان يسقى بالعلم النافع وبالعمل الصالح التقرب إلى الله تبارك وتعالى فينمو وتأتي ويؤتي ثمرته قد رحمه الله ومنها أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءه فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضو وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط وهذا مثال بديع وحكم صادق واقعي الظلمة الحاصلة بعد النور هي أشد الظلمتين هذا أمر معلوم بالحس الآن إذا كانت الإنارة في مكان مضاء ثم انقطع هذا الضو فإنه يحصل للإنسان من الظلم أشد ما كان قبل إنارة هذا الضو هذا أمر محسوس وكذلك الظلمة المعنوية ظلمة الشك والعياذ بالله والكفر هذه التي تقع للعبد بعد نور الإيمان أشد من مجرد الكفر وأشد من مجرد الشك وأشد من مجرد الضلال وهذا حال المغضوب عليهم والعياذ بالله هذا حال المغضوب عليهم حال من عرف الحق وأعرض عنه ولم يعمل به قال رحمه الله ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور فإنه لا يمكن أحد عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الداء وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين الجسر الذي يضرب على جهنم والصيرات قال رحمه الله ومنها هنا تعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم فإن أردت زيادة بيان وإضاح فتأمل ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث يابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سئل عن الورود يقصد وإن منكم إلا واردها فقال نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويدبعونهم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليم الحديث وفيه أن نور المنافق يطفأ ويبقى نور المؤمن وهذا الذي ذكره العلامة من القيم واستنبطه موافق لما جاء في الآية فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا نورنا وأن يعظم الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين